الفيتيور دقاش الفيتيور دقاش دا اللي هو زمن المستقبل القريب الفيتيور دقاش دوت من أفهل الverbet أو من أفهل الثانسelling اللي ممكن يقابلونا ليه لأنه término لو أنا خوفز verbal A عبارة عن verb A ال past ذاقيت verb تاني في ال geschafft يعني إيه verb تاني في ال hadin休 MD يعني الفعل التاني في المصدر يبقى أنا من آخر بحل لفغ بقالي ويبحط الفعل التاني في المصدر من غير أي تغيير فبيقول لي إن أنا مثلا لو أنا هنا عايز أعمل لفغ بصورتير فبقول جو في أدي كده فربي عليه زي ما هو تُوْوَا سورتير إِلْوَا سورتير نوزالان سورتير وفوزالي سورتير وإِلْوَا سورتير يقول لي بقى لو أنا بنفيه بحط الفغ بأولين اللي هو بار بقاليه بين طرفين النفي اللي هو تُوْنُوَا سورتير تُوْنُوَا سورتير وهكذا بنفي الفغ بقاليه هو اللي بحطه بين النو والبا أو هنا أنا كستروف عشان النو أولها في وي والجزء بتاع الفا وحخلي الفيرب اللي أنا أصلا حطه في المصدر بعدها بعد الفا بيقول لي طبعا ناخد بالنا لو أنا عندي فاعل أو عندي فاغبة من اللي هما ذو الضمير اللي هما بيكون قابليهم س أو أس فاستروف وده بيتبع الفاعل حتى لو كان في المصدر يعني يهي الكلام دوت يعني أنا مثلا عندي فاغبة سلو في لا أنا عندي فاغبة سلو في آه مفروض أن أحطه في المصدر بس أنا س دي لأ بتتحول لمو معايا حتى لو أنا بحل الفاغبة ذات نفسه في المصدر بحلها بناء على سجل طيب يعني يهي الكلام دوت أو إزاي ممكن نعمل الإجزامبل دوت على الكبلو يقول لي مثلا إحنا هنا عايزين نتكلم على هو حاطت لي فاعل فأنا بعمل هنا فأنا بعمل هنا فأنا بعمل هنا فأنا بعمل هنا طيب أنا هعمله إزاي إحنا اتفقنا أن أنا المفروض أن أنا بخط الفعل ده في المصدر فأنا أول جزئية عندي هكتب أن أنا عندي verbe عليه اللي هو وهيجي هنا الجوز التاني ده بتكلم على لغاية هنا أنا حطيت الحاجة وبعد كده مفروض أن أنا حط verbe في الانفينيتيف فمفروض أن أنا حط verbe في الانفينيتيف دوت أخر لكن مع الجوز تبقى مع عادي ومع 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 مع برضو أخليها ومع مع مع ومع أما بقى كلمة هي ذي اللي أنا حاسبها في الانفينيتيف زي ما هي آخرها e r مش هغير في أحد يبقى أنا كده غيرت الجزء بتاع pronومينو لكن ما غيرتش الverbe pronومينو ده بيتبع j أو t أو l أو l بغيره معاهم لكن اللي ما تغيرش معايا الverbe ذات نفسه أو أصل الverbe اللي هو أخر e r أو هيكون أخر e r أو أي أي حاجة زي كده لكن البرونومينو ذات نفسها اتغير أي هيجي بعد كده يقول لي أو طب أنا رأى لو عايزة أعمل negation عايزة أعمل نفي أنا هعمله إزاي أنا هدخل مين أنا كنت في الأول عندي دو verbe عندي verbe ألي دخلته بين النوب وخرفت الverbe التالي هنا هعمل نفس الكلام يعني أنا مثلا عايزة أقول je vais me lever أنا عايزة أعملها في النفي فهقول je ne ve fa me lever بس كده يبقى أنا برضو خرفت الجزئين بتوقعه سواء هو أو الفرنومينو بتاعه بره الن وال pa يبقى احنا هنا كده عرفت الجزء بتاع الن او الن ان زي ما هو برضو عامل لي هنا عطي لي je ne ve pa وخرج ملو بره وهنا كان je ne ve pa وخرج sortir بره ايه بعد كده بيقول انا هعرف من ان انا هحل في فتور فبيقول ان انا عندي شوية كلمات هي دي اللي هتخليني احل في فكور الكلمات دي هي دماء يعني غدا دماء سو صور هذا المساء سو دم دم يعني خلال بس لازم يجي وراها خطرة زمانية يعني دم كالك منوط في خلال بعض الدقائق لازم يجي وراها وقت ما يكون شي مسلا دم لا كلاس في الفص لا ما تكون شي معناها في ومعناها خلال وده اكبر حاجة هاتخري لنعرف ان هي معناها خلال اننا لقي دم وراها و عندي هنا بيانتو عم مقريب بيانتو فلو تار فلو تار فيما بعد فلو تار أبغي أبغي يعني بعد ولازم برضو دي كمان يجي وراها فترة زمانية منفاش أبغي وأي كلم تانية لازم تكون فترة زمانية فندان لي vacances يعني أثناء الأجازة فندان لي vacances أو هنا فترة زمانية بقوشن القادم معنا بقوشن أو بقوشن القادم يعني ممكن أقول لندي بقوشن الاتنين القادم لما بقوشن الشهر القادم وهكذا طبعا أنا باستخدم ليه عشان ننوي على حاجة هعملها لسه أو حاجة مش حملها فبسن يولي «je vais mettre ce pull أنا حال به ce pull داو أو nous allons softir ce soir حنو خروق هدي الليل أو on va assist à ce fait لاؤ با حاجة أنا مش بن we عمل أقول «je ne vais pas mettre ce pull مش حال به ce pull داو أو never nous n'allons pas softir ce soir أنا برضو نفيد verbe aller كل الأحوال أنا نفيد on ne va pas assist à cette fact نفيد verbe aller وحطيت le verbe بتاع 10 mètre après R E 3 3 mètre 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 وكل الأحوال دي أنا برضو حطيت verbe aller بين ne اشتركوا في القناة